أهلا بكم إلى التفاصيل نبدأ يمنيا مع إعلان قوات الجيش مقتل وإصابة عشرات العناصر في صفوف ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من بينهم قادة ميدانيون خلال اليومين الفائتين في مناطق مختلفة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعة هذا بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للمقاومة في صنعة حيث تدور معارك بين الجيش اليمني والميليشيا الإنقلابية على هذه الجبهة وأفادت أيضا مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني قامت بشن هجمات ارتدادية أسفر عنها مقتل ستة وثلاثين عنصرا من ميليشيا الحوثي من بينهم عشرة من القادة الميدانيين كما أصيب تسعة وستون آخرون